بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مودا في حلقات الحديث لازم نبتدي ونقول السلام عليك يا رسول الله عشان وإحنا بنتكلم عن حضرته وبنتكلم وإحنا بنحاول نذوق جمال وحلاوة شهد كلامه صلى الله عليه وسلم لابد أن احنا نكون حضرين ما بين إيديه صلى الله عليه وسلم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم ومعنى جوامع الكلم أنه هناك كلام قليل بس في معاني كثيرة أنا ما بحبش بس أقول أنه في معاني كثيرة لكن كلمات قليلة وفيها حياة ولكم في كلام رسول الله حياة فإحنا عندنا حياة كلها بتكون في كلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا يعني قال للرسول الله أوصني فحضرت النبي في كل مرة قال له إيه؟ قال لا تغضب حديث أخرجه الإمام البخاري تعالوا بس نوقف وقفة هنا مهمة خالص إن الحديث ده آه عبارة عن كلمتين بس خلينا نوقف وقفة مهمة إحنا عندنا في الشريعة لما بيكلموا عن المقاصد الشرعية مقاصد الشريعة بيقولوا إن إحنا لو حبينا نجمع كل المقاصد ممكن نخليها تنحصر في حاجتين في جلب المصالح ودرق المفاسد قالوا طب لو حبينا نخليها في حاجة واحدة ألف درق المفاسد لأن درق المفاسد تشتمل على جلب المصالح لأن إنت لو درقت المفاسد إنت جلبت المصالح وهم بيقولوا إنهم وجهي إلاهم لوحدة إن درق المفاسد بيساوي جلب المصالح يعني أنا لو إن أنا دفعت عن نفس المرض يعني لو إن أنا مرست الطب الوقائي إيه اللي حاصل أنا حافظت على صحتي فحصل إيه جلب مصلحة الحفاظ على الصحة كلام لطيف إيه أهمية ده إن في الآخر خالص إحنا ممكن نلاقي الحياة كلها في كلمتين في هذا الحديث أو الله الحديث ده هذا المعنى اللي أنا بقوله لكم إنه ممكن يجمع حياة ممكن نلاقيه في فايدة يفدها لنا سيدنا الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني شارح صحيح البخاري في فتح الباري بيقول إيه قال تفكرت في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الغضب يجمع الشر كله يعني إيه اللي حاصل ولذلك إيه اللي حاصل إذا كان الحديث ده بيجتمل على منع الشر كله فبعض العلماء بيقولوا عن هذا الحديث إنه بيجمع بين خيري الدنيا والآخرة لأن الغضب إيه اللي حاصل يؤدي إلى إفساد الدين والدنيا يعني إذا كان إحنا مصلحة الدنيا هنا ومصلحة الآخرة هناك فالغضب يفسد الدين ويفسد الدنيا أيضا يبقى هذا الحديث يساوي حياة يا مولانا والله أنا لا أبالغ ليه لا أبالغ لأنه تعالى نركز شوية أنا أجد حاجات كتيرة أنا راجل بشتغل في الرشاد الزواجي ومن أكتر الحاجات اللي أنا رصدها مسألة إيه؟ مسألة الطلاق أنا شغلتي كلها أن أنا قاوم المطلقتية الناس اللي بتيجي تطلق كتير بدون سبب بحاول بقدر الإمكان المطلقتية ديت مش رجالة بس رجالة وستات اللي هم عايزين يتطلقوا هل فيه ظاهرة منتشرة في مسألة ارتفاع نسب الطلاق؟ نعم إيه السبب؟ غضب الطرفين إن الستة تقول أنا خلاص اتمليت أنا فلوفي زي ما يقولوا أنا خلاص اتمليت مش قادرة فإيه اللي حاصل؟ اتمليت يعني غضبها مسيطر عليها من جملة التراكمات اللي حصلت لها فهي مش قادرة تكمل وهو يحصل له أي حاجة فبكل سهولة يروح مطلق هي تغضبه بإن طلق لو كنت راجل طلق لو كنت راجل طلق إن تعمل إيه فيه؟ تغضبه فلما يغضب يعمل إيه؟ يهد البيت ويكب الزيت ويحرق الغيط ويكسر الخاطر ويدمر الأولاد مستقبل الأولاد عشان إيه؟ عشان غضب واحد ممكن إيه اللي حاصل؟ يكره أخوه كرهت أخوك ليه؟ عشان غضب غضب من تصرف ليه فإكره أخوه ترجمة نانسي قنقر